اشار الرئيس كمان انه بالتعاون والتنسيق مع دول افريقيا نقدر ان احنا نحسن القدرات المتوضعة اللي بتمتلكها دول القارة خلونا نسمع ونرجع نكمل الكلام احنا في مصر عرصنا منذ اعلان النسخة الاولى او اتلاقوا النسخة الاولى على ان مصر تقوم بدور يعني ايجابي في هذا الموضوع الموضوع المهم اللي هو الصحة سواء كانت في افريقيا او في مصر بشكل او باخر وبنقول ان احنا بتوضع شديد ما ذكر وزير الصحة دلوقتي لحضركم هو بتوضع شديد خبرات احنا اكتسبناها في ظل ظروفنا المتشابهة ظروفنا المتشابهة مع افريقيا نحن لازنا بدول اقتصادات متقدمة ومتقدمين في كل المجالات وبالتالي المنظومة الصحية عندنا زي ما اتقال من الدكتور جاية لما قال ان كوفيد 19 كان اظهر حشاشة النظام الصحي في قارتنا الافريقية وفي دولنا وده صحيح ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الافريقية وبعضها البعض نستطيع ان نحسن كتير من القدرات المتوضعة التي لدينا ظروفنا المتشابهة انا الكلمة دي عندي مليون جنيه ليه مليون جنيه؟ مليون دولار مليون سترليني مليون دينار زي ما يطلع بص ليه بقى؟ لانه جزء كبير جدا من التباعد اللي حصل تمانينات وتسعينات تلاتين سنة ما بيننا وما بين افريقيا هو للأسف الشديد الخطاب المتصلف المتعالي من القيادة السياسية انا ذاك التعالي والتصلف والغرور فالناس بعدت عننا دا مش بس كده دا احنا اتهمناهم كم اتهمات بما ليس فيهم كمان فلما ييجي رئيس جمهورية مصر العربية تقول ليه عنه ايه يعني اقولك لا انا مش بس هاعد اكلمك عن الحضارة انا هكلمك كمان عن الدولة اللي قدر اتحقق نمو اقتصادي في كورونا وفي حرب وفي لا دا انا هكلمك كمان عن الدولة صاحبة الجيش تقريبا رقم تسعة على مستوى العالم الاول عن منطقة العربية والقرى الافريقية والعالم الاسلامي والشرق الاوسط بكامله دون اي صلف دون اي غرور خالص خالص الرئيس وحضرتك عارف ده وشفت ده بعنيك بدل المرة الف مرة في خطابات تبث وتذاع على الهواء مباشرة الرئيس رجل كيس في الكلام ولا يحمل اي صلف او غرور مع انه هو بشخصه لديه تاريخ يخض عارف كده يقولك عنده سيفي تخض اهو الرئيس عندنا كده طيب لكن الحديث عن في ظل ظروفنا المتشابهة احنا اكتسبنا مجموعة من الخبرات عاوزين ننقلها الاشقاءنا في افريقيا ونعظم من القدرات المتوضعة بتاعتنا كلنا علشان نقدر نوصل من المستهدفات بتاعتنا ده خطاب الافرقة يحبوه مش بس يتقبلوه يتقبلوه بعقولهم ويحبوه بقلوبهم ولهذا تجد دائما انه وجود الرئيس في اي من العواصم الافريقية هو الوجود المرحب بيه بامتياز